في بحات مسجد الفاتح بمدينة اسطنبول يقام معرض الكتاب الإسلامي برعاية من شؤون الدينية التركية في نسخته التاسعة والثلاثين التي شهدت حضورا قويا للكتاب العربي هذه المرة شارك هذه السنة بالقسم العربي الدولي للمعرض بتنظيم الجمعية الدولية لنشر الكتاب العربي شارك معنا في هذه النسخة أكثر من ثلاثين دار نشر وبتوكيل من أكثر من مئة توكيل من دور نشر من العالم العربي طبعا هذه المشاركة الأولى للجمعية في قسمها العربي طبعا كان هناك منذ بداية افتتاح هذا المعرض أقبال جيد جدا نوعا ما من الجالية العربية مؤسسة البصائر للدراسات والنشر كان لها حضورها الأول في هذه النسخة مستقبلة الزوار في جناحها المشرعة أبوابه منذ انطلاقة المعرض نحن مؤسسة البصائر للدراسات والنشر نعتني بالكتاب العراقي هذه المشاركة الأولى لنا في معرض الشؤون الدينية للكتاب طبعا هذا عرص ثقافي بالنسبة للجالية العربية بشكل خاص ويشهد المعرض حركة إقبال كبيرة بسبب مكانه وارتباط المكان بالأجواء الرمضانية المشاركة الحمد لله جميلة كانت الإقبال على هذا المعرض لا بأس فيه يعني الكثير من الناس عم يجوا مرة ومرتين وثلاث مرات يطلعوا على الكتاب المعرض أجواء جيدة عموما والمشاركة العربية فيه جيدة ومتنوعة وفيها ثراء كبير بين كتب إسلامية تقليدية إلى كتب مترجمة كما تتخلل فعاليات المعرض أنشطة ومحاضرات وندوات علمية وثقافية حتى يغلق أبوابه في السابع والعشرين من شهر نيسان الجاري